بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد استوقفتني البارحة آية في سورة يوسف عند قوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان الله أعيد في ذهني شريط القصة من الأول يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك الإبن الفائق للجمال جميل الصورة وجميل الروح الذي خطفه قلوب والديه حبا ودلالا وقربا فجأة يخرج من كل هذا الحنان ويلقى في بئر وحيدا فريدا في صحراء خالية لا يسمع صوتا وبعد ذلك يؤخذ ليباعك عبد في بيت العزيز ويتعرض إلى فتنة النساء وتدعوه إلى الفاحشة والرذيلة فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يقول إنه ربي أحسن مثواي أحسن مثواي وهو ملقى في بئر وبيعك عبد وأحسن مثواي وبعد ذلك يلقى في السجن وهو مع السجناء كان داعية إلى الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى الآن لم يتسخط يوسف أبدا كل الذي حصل به وهو متعلق بربه محبا لمولاه محسن الظن بالله سبحانه وتعالى وفي نهاية القصة عندما أخرج من السجن ماذا قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الله أكبر انظروا كيف ينظر إلى الإحسان فقط وهذا من أعظم الدروس التي نتعلمها من قصة يوسف الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعلهم لنا أسوة نقتدي بهم الدرس العظيم الذي يجب أن نتعلمه هو الاستسلام وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إلى الممات إلى آخر يوم وآخر لحظة في حياتنا ونحن نحسن الظن بربنا ولا نعترض أبدا على أي ابتلاء يأتينا في هذه الدنيا ويكون شعارنا يا رب استسلمنا لك حتى الممات المؤمن يعلم أنه في اختبار إذا أصابته مصيبة يتذكر قول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويتذكر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاه المؤمن الحقيقي المستسلم إذا أصابته بلوه يقول لعله خير عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو يتهم نفسه لعلها تخفيف ذنوب كفار الذنوب أو يقول لعله ابتلاء من الله لينظر ماذا أفعل فيصبر ويتوكل على الله ويسلم لله ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى يعلم أنه في اختبار قصير جدا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يعلم المؤمن أنه في اختبار مدة محددة قصيرة جدا بالنسبة للخلود الأبدي المؤمن الصادق يسيء الظن بنفسه يقول يا رب إن الظن بك جميل وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل أنا العبد المقصر أنا العبد المذنب اللهم عاملني بفضلك وإحسانك اللهم إن عاملتني بعدلك هلكت وعزتك أهلك ولكني أرجو منك يا أرحم الراحمين أن تمن علي بالفضل والرحمة والتوبة والعفو يا أرحم الراحمين هذا هو الموقف الصحيح أن نسلم الحكمة لله سبحانه وتعالى وأن ندعو ونقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك هذه النوعية الله يحبها طيب ما هي العاقبة إذا كان الإنسان متصف بهذه الصفر الجميلة العاقبة للمؤمنين العاقبة للمتقين كل الأحداث التي مرت بيوسف كانت عاقبتها مشرقة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين مستحيل أن يضيع الله أجر أحبابه مستحيل أن يترك الله أولياءه الطيبين الصالحين الأصفياء الأنقياء العاقبة لهم والحب لهم والنصر لهم جعله الله على خزائن الأرض أغناه وأكرمه وأعزه هذه هي الآية التي استوقفتني هذه هي إنه من يتق ويصبر نحن في اختبار من صبر في هذا الاختبار واتقى واستسلم هذا الإنسان له البشرى هذا الإنسان نهايته مشرقة في الدنيا قبل الآخرة قال الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله